بغت من الشيخ يقولي أو يفسر لي معنا يا الذين آمنوا أني من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لأني دائماً إذا أزعجوني أطفالي أقول لهم هذا الكلام وخبركم أثرت عليهم نفسياً يعني أفهم معناها السؤال معبدالله في جانبين جانب تفسير الآية وجانب آخر هل إزعاج الأطفال داخل في هذه الآية أم لا نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعنده به داهم ما بعد الحقيقة إزعاج الأطفال هو نوع من التغريد غرص الله عز وجل محبة الأطفال عند الأبوين وعند أهل المنزل ولكن ربما إذا زاد هذا الشيء عن حده ربما كان بلواً وامتحاناً والإنسان يصبر على مثل ذلك فأمرها موضوع يسير أما كونه عدو لكم فليس هذا معنى الآية ليس معنى الآية أن الطفل مثلاً يزعج أو أنه يستيقظ أو أنه كثير مرض لسيما في أيام ولادته الأولى لا أعرف أن من قال بهذا من أهل العلم ولا من المفسرين ولكن المقصود هنا في الحقيقة هو أنهم سبب للانحراف عن طاعة الله عز وجل وأحياناً يكون سبب للبقاء على معصيته بل سبب لارتكاب المعصي ترتكب المعاصي لأجلهم وهذا يحدث كثير والله عز وجل يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة وهذا هو المعنى أنها فتنة بمعنى أن الإنسان مثلاً يأكل من الحرام حتى يرضي زوجته ويأكل من الحرام حتى يعني يزيد في النفقة على أولاده ويأكل من الحرام حتى يتوسع فيتلذذ الأزواء الزوجات والأولاد ويستمتع هو أيضاً بالقيام بمهمة الصرف والسلطة كل هذه أنواع من الشهوات ولذلك قال الله عز وجل في شأن أولئك الأقارب يعني مقالة عظيمة تبين أثر وخطر أولئك الأقارب وأثر وخطر هذه العلاقات الاجتماعية التي إذا تمسك بها الإنسان على غير الوجه الشرعي فإنها قد تؤدي به إلى المهالك بلا ريب فيقول الله عز وجل قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال ما اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فهذا يدل على أن هذه المؤثرات الاجتماعية بأنواعها كلها قد تؤدي بالإنسان إلى ترك الطاعة الواجبة وإلى فعل المعصية نسأل الله عز وجل السلام ولهذا الإنسان يتلمس وهو يسير على هذه الدنيا يتلمس عن أسباب الشهوات وأسباب الشبهات وأسباب الفتن حتى يتوقى منها فهو إذا قيل بأن هذا الوادي مملوء بالسباع فإنه يأخذ حيطته ويأخذ سلاحه ويأخذ أهبته وكذلك هذه الدنيا مملوئة بالجواذب التي تصرف الإنسان عنه بل إن هذه العوالق قد تؤدي إلى حتى فساد الدنيا ومن المعلوم أن الحكام بشتى أطوار من سواء في الخلافات الإسلامية أو كان في غيرها من أمم الشرق والغرب كانت محبة الولد سبب لذهاب ممالك أحيانا ومحبة الزوجة سبب لذهاب ممالك فكل هذه الحقيقة كانت سبب من أسبابها في الدنيا وفي الآخرة وهذا مجرب على مر التاريخ ولهذا الإنسان يحذر الحذر العظيم من أن تجره إلى معصية الله عز وجل أو أن ينفق عليها بالحلال وبالحرام وإنما ينفق بالحلال أو ينفق على أولاده بالحرام والحلال وإنما ينفق بالحلال وهذا كله في الحقيقة مما أكد عليه في الكتاب والسنة فهذا هو معنى الآية والله أعلم